اشتركوا في القناة اليوم بإذن الله نستكمل دروسنا لمادة تاريخ الكويت ومع الدرس السابع وهو بعنوان حاكم الكويت الرابع والحاكم الخامس والحاكم السادس في منصة مدرسة التميز النموذجية للتعليم عن بعض أعزائي الطلاب درس اليوم بالكتاب المدرسي صفحة 75 إلى صفحة 77 أولا أعزائي الطلاب نستعرض معا شجرة لحكام دولة الكويت ونوضح عليها حكام دولة الكويت ابتداء من الحاكم الرابع إلى الحاكم السادس الحاكم الرابع لدولة الكويت هو الحاكم الشيخ صباح الثاني الذي تولى حكم دولة الكويت في عام 1859 إلى عام 1866 الحاكم الخامس وهو الشيخ عبدالله الثاني تولى حكم دولة الكويت في عام 1866 إلى عام 1893 الحاكم السادس وهو الشيخ محمد بن صباح تولى حكم دولة الكويت من عام 1893 إلى عام 1896 بالإضافة عزائي الطلاب الحكام دولة الكويت الأول والثاني والثالث تم دراستهم في الحصة السابقة نبدأ مع الشيخ دولة الكويت الشيخ صباح الثاني ترتيبه في الحكم عزائي الطلاب هو الحاكم الرابع ومن أهم أعماله أنه تقدمت التجارة في عهده بشكل كبير عندما قرر أن يفرض رسوما على البضائع رفض التجار إذن أعزائي الطلاب من دواعي تقدم التجارة أن يكون هناك ضرائب وخاصة على الواردات القادمة لدولة الكويت ولذلك قرر الشيخ صباح الثاني أن يفرض الرسوما على هذه البضائع رفض التجار ماذا كان رد الشيخ صباح الثاني على هذا الرفض طبعا ألغى الرسوم ولماذا ألغى الرسوم احتراما لرغبة أبناء الشعب هذا هو الحاكم الذي يأخذ بالمشورة والمحب لقومه والمحب للعدل لذلك تنازل عن قراره وألغى الرسوم احتراما لرغبة أبناء الشعب إذن معنا سؤال اليوم عزيزي الطلاب ما هو الحاكم أو ما اسم الحاكم الذي ألغى الرسوم احتراما لرغبة أبناء الشعب الإجابة واضحة عزيزي الطلاب وهو الشيخ صباح الثاني بن جابب كذلك عزيزي الطلاب في عهده زيارة المعتمد البريطاني لويس بيلي للكويت عام 1865 كانت من الزيارات المهمة حيث أشار إلى التقدم الاقتصادي والتجاري الذي حققته الكويت في عهده إلى نظام الحكم العادل في الكويت كما تحدثنا عزيزي الطلاب أنه ألغى الرسوم احتراما لرغبة أبناء شعبه التي فرضها على البضاع وهذه من الشهادات التي قدمت من المعتمد البريطاني أن الكويت في تقدم اقتصادي وتجاري وحدث ذلك في عهد الشيخ صباح الثاني كذلك أشار إلى أن نظام الحكم قائم على العدل في الكويت كذلك الرحالة بكنجام احتفظت الكويت بعهده يعني الرحالة يتحدث عن الشيخ صباح الثاني يقول أن الكويت في عهد الشيخ صباح الثاني احتفظت باستقلالها دوما حتى في الوقت الذي خضعت فيه هرمز ومسقط والبحرين والإحساء لحكم الأجنبي أهل الكويت أكثر أهل الخليج حبا للحرية والإقدام معنى كلامه أن في الوقت الذي خضعت فيه هرمز ومسقط والبحرين للحكم الأجنبي كانت الكويت محتفظة باستقلالها عزاء الطلاب دوما وأن أهل الكويت أكثر أهل الخليج حبا للحرية والإقدام هذه الشهادات أو هذه الكتابات مما ذكره الرحالة بكنجها ننتقل أعزائي الطلاب إلى الحاكم الخامس الشيخ عبد الله بن صباح الثاني وفترة توليه الحكم من عام 1866 إلى عام 1892 بما اتصف الشيخ عبد الله بن صباح الثاني اتصف الشيخ عبد الله بن صباح الثاني بحسن السيرة وذماثة الأخلاق السيرة الحسنة وسط أبناء الشعب كذلك كان محبوبا لدى الجميع يحبه قومه ويحبه أهل الكويت جميعا ننتقل أعزائي الطلاب إلى أهم الأحداث في عهد الشيخ عبد الله بن صباح الثاني بعد أن ذكرنا صفاته وبما تميز به أهم الأحداث في عهده ومساعدته للعثمانيين في حملتهم حملة متحد باشا عام 1871 على إقليم الإحسان حيث ساند الشيخ الحملة عزائي الطلاب كذلك أعزائي الطلاب ساند الشيخ الحملة بأسطول بحر يقوده بنفسه وكذلك جيش بر يقوده شقيقه الشيخ مبارك وهذا في مساعدته للعثمانيين في حملتهم على إقليم الإحسان الأسطول البحر قاده الشيخ بنفسه كما ترون عزائي الطلاب الصورة المعبرة أمامكم كذلك صورة معبرة للجيش البري والذي يقوده شقيقه الشيخ مبارك هذه يا عزائي الطلاب من أهم الأحداث في عهد الشيخ عبد الله بن صباح الثاني الحدث هو مساعدته العثمانيين في حملتهم حملة متحد باشا والعام في عام 1871 ميلاديا وكانت الحملة على إقليم الإحسان لخروجهم تحت سيطرة العثمانيين وحدوث التمرد فأعادتهم مرة أخرى والقضاء على التمرد مع الشيخ عبد الله بن صباح الثاني الذي ساعد العثمانيين في ذلك وكانت المساعدة تنقسم إلى خسمين جيش بحري وجيش بري أو أسطول بحري وجيش بري الأسطول البحري يقوده الشيخ عبد الله بن صباح الثاني بنفسه والجيش البري يقوده شقيقه الشيخ مبارك ما ذكر متحد باشا في كتاباته وفي مذكراته أن السفن الثمانين التي نقلت المؤنى واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت وهذا دليل على أن الذي ساعد العثمانيين في حملتهم هو الشيخ عبد الله بن صباح الثاني بعد ذلك عزاء الطلاب مع الحاكم السادس لدولة الكويت وهو الشيخ محمد بن صباح تولى الحكم في عام 1892 إلى عام 1896 ميلاديا بما اشتهر الشيخ محمد عزاء الطلاب اشتهر بالنزاهة والوقار والتواضع من الذي ساعد الشيخ في حكمه ساعده أخواه الشيخان جراح ومبارك حيث تولى الشيخ جراح الشؤون المالية وتولى الشيخ مبارك شؤون البادية والجيش تماما عزاء الطلاب اذا الذي ساعد الشيخ محمد في حكمه هو الشيخ جراح تولى شؤون المالية والشيخ مبارك تولى شؤون البادية والجيش كذلك عزاء الطلاب من أهم الأحداث السياسية في عهد الشيخ محمد بن صباح وإن كانت فترة حكمه قليلة كان فيها حدثا مهما ألا وهو استقباله للأمير عبد الرحمن آل سعود والد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز آل سعود وتسهيل استقراره في الكويت عام 1891 ميلاديا كانت هذه أهم الأحداث في عهد الشيخ محمد بن صباح الحاكم السادث لدولة الكويت معنا نشاط أعزاء الطلاب على ما درسناه من حكام دولة الكويت ابتداء من الحاكم الأول إلى الحاكم السادس طبعا الحاكم الأول أو أول حكام دولة الكويت هو الشيخ صباح بن جابر الشيخ صباح الأول تولى الحكم عام 1752 إلى عام 1763 وكان من أهم أعماله باختصار توطيد الأمن ونشر العد أهم الأحداث في عهده وجذ المهاجرين الشيخ عبد الله الأول من صباح بن جابر طبعا ازدهرت التجارة في عهده ومن أهم الأحداث في عهده هي معركة الرجل البحرية وكانت هذه المعركة هي أول معركة بحرية في تاريخ الإمارة كذلك بناء السور الأول الحاكم الثالث وهو الشيخ جابر الأول بن عبد الله الصباح من أهم أعماله ازدهار بحري كذلك بناء السور الثاني وساعد العثمانيين على إعادة البصرة طبعا فترة الحكم عزياء الطلاب كما هو واضح أمامكم العام الذي بدأت فيه فترة الحكم لكل حاكم وكذلك العام الذي انتهت فيه فترة حكم لكل حاكم الحاكم الشيخ صباح الثاني بن جابر تقدمت التجارة في عهده وزيارة المعتمد البريطاني لويس بي الشيخ عبد الله بن صباح الثاني كان محبوبا لدى الجميع وساعد العثمانيين على إعادة البصرة هي حملة متحة باشا على إقليم الإحسان نفرق أعزاء الطلاب ما بين الشيخ جابر الأول بن عبد الله الصباح هو الذي ساعد العثمانيين على إعادة البصرة أما الشيخ عبد الله بن صباح الثاني هو الذي ساعد العثمانيين في حملة تسمى بحملة متحة باشا على إقليم الإحسان إذن كانت مشاركة مع العثمانيين ولكن الهدف مختلف الشيخ محمد بن صباح من أهم أعمالي أعزاء الطلاب ساعدوا في أخواه أو ساعده في الحكم أخواه الشيخان جراح ومبارك ومن أهم الأحداث في عهدي واستقرار آل سعود بالكويت هذا ملخص أعزاء الطلاب لما تحدثنا عنه وهو حكام دولة الكويت ومعنا بالجدول الحاكم الثالث الشيخ جابر الأول بن عبد الله الصباح والحاكم الرابع الشيخ صباح الثاني بن جابر الصفات الشخصية للحاكم الثالث هدوء الطبع الحكمة محبته للشعب وحب الشعب له كذلك الكرم من أهم الأحداث في عهدي بناء السور الثاني عام الف ثمانمية وأربطاش كذلك رفض عروضا مقدمة من شركة الهند الشرقية ورفض طلب نائب المقيم السياسي البريطاني في الخليج لمشاريع والهدف من هذا الرفض أنه أدرك أن هذه المشاريع عزاء الطلاب في غير صالح الكويت كذلك اشتهر بجابر العيش لكرمه حيث كان يطبخ الأرز للفقراء وله عريش قرب بيت يقدم لهم فيه الطعام هذا باختصار عزاء الطلاب حاكم الكويت الثالث وصفاته الشخصية وأهم أعماله كذلك أهم الأحداث في عهده الحاكم الرابع وهو الشيخ صباح الثاني بن جابر تقدمت التجارة في عهده بشكل كبير وقد حاول وقرر فرض الرسوم على البضائع علل لماذا ألغى الشيخ صباح الثاني للرسوم أعزاء الطلاب فيما بعد بسبب رفض التجار فماذا كان القرار القرار هو التنازل وإلغاء الرسوم على البضائع احتراما لرغبة شعبه فألغى الرسوم وهذا هو المعروف أعزاء الطلاب عن حكام دولة الكويت وحبهم لشعبهم كذلك حب الشعب لهم وهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم عزاء الطلاب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى ونلتقي بكم عزاء الطلاب إن شاء الله في درس اللاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة